تبذل مصر جهوداً حثيثة لحل قضية المصار السياسي في ليبيا وفي هذا الإطار تتمسك مصر بضرورة رفض التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الليبية الليبية رمانة الميزان ومؤشر بوصلة الاستقرار في العالم العربي جهود كبيرة تقوم بها مصر في حل القضايا الإقليمية ومنها قضية المصار السياسي في ليبيا التي بقيت مصر هي الطرف الذي يتمسك بوجهة نظر واحدة على مدى سنوات وهي ضرورة رفض التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الليبية الليبية فمصر دائماً كانت تحرص على وحدة واستقرار ليبيا وراهنت على قدرة الليبيين على انتزاع قرارهم وإدارة بلادهم وإخراج الميليشيات ومنع التدخلات الخارجية وفي إطار حرص مصر على حل لازمة الليبية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد ابنيفي حيث أكد الرئيس دعم مصر لتحقيق المصلحة العليا لليبيا مع الحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها وخلال المباحثات تم التوافق على تكسيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ومن أهم التحركات المصرية لحل لازمة الليبية اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 التي استضافتها مصر وعقدت بالقاهرة والغردقة والتي اتفقت فيها الأطراف على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد التحركات المصرية تأتي في إطار المبدأ المصري السابت والداعم لقيام مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه فمصر حرصت على أن تبقى على تواصل مع جميع الأطراف الفاعلة انطلاقا من أن استقرار ليبيا هو الطريق إلى أمن مصر ودعت إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة ودعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها موسيقى